اشتركوا في القناة مع نوية الفريق الوطني واجهاز الفني لتجاوز المباراة القادمة في دور الثمانية والسعي الى حلم الوصول لنهاية كأس العالم للناشئين تتواصل بصارة النادي الاهلي بالعاصمة الصناعة منافسة اياب المرحلة الثانية للدور التصنيفي لكرة السلة مجموعة الوسط التي ينظم الاتحاد العام لكرة السلة وفي الجولة الثانية تغلب اهلي صناعة على شعبه بنتيجة 71 مقابل 65 وحافظ وحدة الصناعة على صدارة المجموعة عقب فوزه على سيئون بنتيجة 97 و75 ليرفع الوحدة رصيده لأربع عشر نقطة وبذلك يصبح ترتيب المجموعة كالتالي منحت صفقة الفرنسي المخضرم دونجلو كانتي مع فريق الاتحاد مركاتو الأندية السعودية الصيفي مزيدا من التألق والإثارة ليس على مستوى المنطقة العربية والأسوية فحسب بل على الصعيد العالمي اذ بدأ وان قاطلة الصفقات لن تتوقف عند هذا الحد حيث يبدو أن كثير من النجوم العالمين على قارعة الانتظار للحاق بالأسطورة البرتغالية كريستانيو روراندو ومعه الثنائي الفرنسي كانتيو بنزيمة إلى الدول السعودي قال رئيس نادي جريمو البرازيلي البورتو غياء أن المهاجم المخضرم الإرغواني لويس ويريز الذي يعاني من إصابة خطيرة في ركبته لمن قد وصل إلى الحد الأقصى معبرا عن قلقه بشأن مسيرته في الملاعب الكروية مستقبلا موسيقى موسيقى موسيقى